موسيقى هنا بعديدة تهم العودة المدرسية أولا هناك حركة نقل في صفوف المدرسين وخاصة في التعليم الثانوي هذا العام وهذه الحركة تمت هناك حركة وطنية وهناك حركة تقيم الأزواج وهناك حركة ثالثة تكملية وهي الحركة لحالات إنسانية هناك حركة تمت في صفوف السادة المتفقدين وهناك حركة جزئية ستتم في صفوف السادة مديرين مدارس الإعدادية والثانوية لأنكم كما تعرفوا في سنة 2011 في صائفة 2011 تم تعيين 1074 مدير جديد من مجموعة حوالي 1500 وهذا ما تم تثبيت ما يزيد على 800 منهم وبعضهم أعفية وبعضهم استقال وبعضهم تقاعد يعني من الآخرين إذن عنا موضوع اختيار 250 مدير متسى إعدادية وثانوية للموسم الجديد وهذا سيتم خلال هذا الأسبوع وفي أخصى الحالات في بداية الأسبوع القادم وبطبيعة الحال وقع تأخذ بعض الشيء وهو تأخذ مفهوم بالنظر إلى أن دراسة ملفات كل المديرين الجدد الذين عوينوا في صف الماضية وعددهم يزيد على 1070 مدير تطلب كثير من الوقت وتطلب عمل مضني وتم البت في هذه الملفات والآن إذن نعين ونختار المديرين الجدد وعددهم حوالي 250 كما سنختار ما يزيد قليلا على 100 ناظر للمدارس للمعاهد الثانوية أيضا هناك استعدادات على مستوى الكتب المدرسية وطبعتها وهي جاهزة 100% وهناك استعدادة على مستوى توفير الكراس المدعم والمسمى أيضا بالكراس المرقم ومدارسنا الابتدائية والإعدادية ومعدد الثانوية تحتاج إلى حوالي 30 مليون كراس 20 مليون نحتاج لهم في بداية السنة الدراسية عند العودة و10 مليون نحتاج لهم خلال العام وال20 مليون اللي احنا محتاجين في البداية هي كلها الآن جاهزة هناك استعدادات على مستويات عديدة أخرى ونجاوبوا كميرك نسألتون عليها بالنسبة للكتب باش نحكيوا على المديرين معانتها 250 المنصب فارغ خلى برشا مدارس ومعدد في أزمة لأنه معانتها متأخر برشا سيد الوزير أنه مدير قبل بجمعة مرونترين من زيل ما تعاينش في مدرسة مدير مدير لا لا هذا لا يكون أي أزمة لأن المدارس عبارة عن مؤسسات وهذه مؤسسات تروية تسير سير طبيعي طبعا فيها المدير وهو المسؤول الأول ولكن فيها ناظر بالنسبة إلى المعاهد وفيها القيم العام وفيها الإداريين وفيها القيمين وإلى غير ذلك فهذا لا يكون مشكلة أنا قلت التأخر حدث بسبب ضرورة دراسة ملفات 1470 مدير جديد عينوا في السائف الماضية ولم يحدث قط في وزارة التربية أن تم تغيير حوالي 80% من المديرين والنظر في هذه الملفات يتم بعد أن يستكمل هؤلاء المديرين الجدد سنة كاملة من العمل وفي نهايتها إما أن يتم تثبيتهم أو أن يتم إعفاؤهم أو هناك حالات أخرى ناس استقالوا وهناك ناس تقاعدوا إلى غير ذلك فهذا لا يكون مشكلة كبيرة وفي السنة الماضية تعاملت الوزارة مع 1074 مدير جديد ولم يكن هناك مشكلة كبيرة ولكن تعرفون أننا في بلادنا نعيش ظروف الثورة وهناك إذن بعض التعقيدات الناتجة عن الظروف التي نعيشها ونحن نتجاوب مع هذه الظروف بأحسن ما لدينا من الإمكانيات بالنسبة للكتب المدرسية سمعنا لمفهمة حتى زيادة سنة معناتها نفس الأسعار التي فاتت الكتب جاهزة للطبع سيد الوزير لا لا مطبوعة الكتب تؤلف في وزارة التربية أو يعاد تباعتها لأنها لم تغير وزارة الصناعة هي توفرنا الورق اللازم وهي في الحقيقة توفره للمطابع لأن وزارة التربية تشرف على التباع وتشرف على التليف قبل ذلك ولكن المطابع الخاصة هي التي تطبع المطابع كبيرة وزارة الصناعة تزود هذه المطابع بالورق وهذا يعني بالنسبة إلى الكراسات وإلى الكتب وهذه الكتب هي كلها جاهزة ووزارة التجارة تشرف على مسالك التوزيع فنحن نوصل الكتب إلى كل الولايات ولذا في كل ولاية مركز نجمع فيه ما نطبعه من كتب ومن هناك يتم التوزيع على الكتبيات ووزارة التربية تشرف على مسالك التوزيع والكتب هي جاهزة ووصلت كلها إلى مراكزنا في المدوبيات وما على الكتبيين إلا أن يتسلموها وقد تسلموا بنسبة لا تقلوا عن 50% من هذه الكتب واضح سيد عمطيف حبيد وزير التربية نبدأ بآخر إشكالية مع أنت الناس تحدثوا عن تراجع وزير التربية بعد ما أكد أنه 25% متاع الباكبش تتنحق رغم زي القيد الدرس أنا ما قلتش أولا أن هي مشتنحة لم أؤكد طبعا هي قيد الدرس ولكن التقييم سيصلوني غدا صباحا إن شاء الله شكلنا فريق عمل في هذا الفريق في خبراء كبار من وزارة التربية ومن وزارة التعليم العالي للنظر في كل الإشكاليات التي تترحها نسبة احتساب 25% من المعدل السنوي ضمن معدل الباكالوريا وهذه اللجنة وفريق العمل سيقدم تقيره غدا بعد أسابيع من العمل وبعد اجتماعات كثيرة وبعد إعداد التقرير الذي سأطلع عليه والذي سأرفع محتوى إلى الحكومة ليعرض في مجلس الوزراء وليبت مجلس الوزراء في هذا الموضوع لأهمية الموضوع كما لا يغفى لكن هناك أنا الأقرأ الجرائد وتسلني مكالمات هاتفية كثيرة ويتسل بكثير من الأولياء ومن المربين وهناك ما يشبه الإجماع على ضرورة التخلي عن هذه النسبة لأنها وضعت لغير وجه الله ولأن ضرارها كان أكبر بكثير من نفعها ما معنى وضعت لغير وجه الله وضعت في عهد الفساد وفي عهد الاستبداد وكانت بهدف التملق للتلاميذ والأولياء ولزيادة مفتعلة في نسبة النجاح ونسب النجاح لم تكن تعكس المستوى الحقيقي للتلاميذ وهناك ما لا يقل عن نسبة 20% ما لا يقل عن نسبة عفوا ليس 20% من التلاميذ كانوا ينجحون بسبب هذه النسبة ولو لا احتساب هذه النسبة لما نجحوا نحن نريد أن تكون شهاداتنا شهادات يعني متصفة بالمصدقية وأن تكون امتحاناتنا يعني امتحانات موضوعية وحقيقية ولا نريد أن نوهم تلاميذاتنا بأنهم نجحوا بالجدارة وهم في بعض الأحيان ليسوا جديرين بذلك النجاح لأن ذلك سيضرب مستقبلهم في الجامعة وسيضرب بتكوينهم وبحياتهم المهنية معتا سيد الوزير القرار شبه مأخوذ لماذا اللاجنة والتضيع الوقت لا أولا نحن عقدنا يوما دراسيا في ما اعتقدت في ستشجوة جويلية الماضي بعد أن هينا الابتحانات الوطنية وقدمت ورقات عمل وقدمت بعض الدراسات الأولية وهناك الدراسات وزعت من السنة الماضية فالموضوع لم يترح لأول مرة وإنما هو طرح منذ السنة الماضية وهناك دراسات جاهدة منذ السنة الماضية وهناك تقارير وورقات عمل قدمت يوم ستشجوان الماضي إذن فالأمر ليس جديد بالنسبة للوزير التربية والإدارة العامة لامتحانات بالذات هي دائما تتابع الموضوع وهي دائما تتابع ما يدور في رأي العام كما أنها تنجز دراسات وتجري مقارنات بالاعتماد على إحسائيات مندققة من أجل طبخ موقف يكون معقول ويكون موضوعي ويكون مفيد للتلميذ ولأسرته والمؤسسة المدرسية وللوطن بصفة عامة وقد يكون من الظلم أيضا حصر انخفاض مستوى التلميذ في نسبة 25% مع مستوى الباكالوريا أو كما يقال سيد الوزير من عاش كان في بالك شهادة التحصيل لأنه حسب حوار اليوم في جريد البيانة الشيخ الحسين العبيدي قال باش نعمله معنا تعليم موازي ابتدائي ومن بعد ثانوي ومن بعد ولي شهادة التحصيل شهادة التحصيل كانت موجودة قبل إلغاء التعليم الزيتوني وقبل التحصيل كانت الآلية وبعد التحصيل كانت العالمي إذن هذه التسميات لشهادات تونسية كانت موجودة في التعليم الزيتوني التقليدي وحتى فيما سمي بالتعليم الزيتوني العصري الذي ازدهر خاصة في الخمسينات إلى خير ذلك هذا موضوع آخر موضوع التعليم الزيتوني هو تعليم خاص يتم بناء على استرخاص من وزارة التربية والنظام التعليمي يجبر كل المؤسسات التعليمية الخاصة على أن تطلب ترخيص من وزارة التربية والترخيص يكون بداءا على التقييد بكراسي الشروط ومن أهم ما يجب التقييد به هو على مستوى البرامج أن تكون البرامج متبقى هي برامج وزارة التربية بالتمام والكمال مع أمكانية إضافة مواد أخرى لكن هذه المواد لا يجب الترخيص فيها أيضا من وزارة التربية وهناك شروط أخرى على مستوى المدرسين ومستوى المباني إلى غيره ومستوى المعليم الدراسة إلى غير ذلك أول مدرسة حسب معلن شيخ العسين العبيدي بيشكون في رادس وفهم 6 ألف مطلب تسجيل ومعانتها هي أنا لا عملي بوجود 6 ألف مطلب تسجيل ما علمته إلى الأسبوع الماضي أو ما وصل إلى سمعي من خلال ما كتب حتى في بعض الجرائد وما قيل في بعض الإذاعات أن الذين طلبوا التسجيل كانوا بضع يعني بضع مئات قليلة بل يعني 80 تلميذ أو شيء من هذا نوع هذا ليه هم إذن التعليم الخاص ليس ممنوعا في تونس ولكنه يسترخص فيه ويتقيد فيه بكرة شروط لم يصلنا أي طلب في إحداث مدرسة ابتدائية أو غير ابتدائية باسم مدسة زيتونية إلى حد الآن وإذا ما وصلنا مطلب في الحصول على رخصة لفتح مدرسة ابتدائية زيتونية أو مدسة إعدادية أو ثانوية زيتونية أو غير زيتونية فإننا سننظر في ذلك المطلب ومن حيث المبدأ طبعا من حيث المبدأ لا وجود لمنع للتعليم الخاص والتعليم الزيتوني وإنما أنا فقط أذكر بالقانون التونسي هو سيد الوزير يعني يكون نفس البرنامج العام وفيه إضافات كتعليم زيتوني وحتى هذا يسترخص فيه ولا يمكن فتح مدرسة بدون ترخيص وإلا فإن ترك المدرسة فإن أمرها يقع تحت طائلة القانون العام واضح وليست وزارة التربية هي التي ستتحلها ولا غلقة وإنما هنا هذا يقع تحت يعني تحت تحت طائلة الأمن العام سيد الوزير مع أنت نقول جملة واضحة اللي عملوا تسجيل في المدرسة الزيتونية إلى حد الساعة فإنه مع أنت متجهين نحو مدرسة غير مرخص لها غير قانونية إلى حد الآن إلا قد يصلوا الترخيص غدا سباحا اليوم قبل ساعة الثانية ذهرا يعني التوقيت الإداري وسننظر في أي مطلب يقدم إلينا ونحن نتمنى أن تقدم لنا يعني مطالف الاسترخاص لإحداث مدارس خاصة وأن لا تحدث مدارس بدون رخصة لأن هذا سيقع هؤلاء الباعثين لهذه المدرسة أو المدارس ولأولياء الأمور والتلاميذ في مشاكل قانونية وذواء معتر سيد حسين العبيدي لكن ما يتقدمش برخصة سيقع تحت طائلة القانون وإذا تقدم برخصة وتمت الموافقة ستكون هناك مراقبة للبرنامج لا سيقع طبعا كل المدارس الخاضعة الخاصة هي كالمدارس العمومية خاضعة لرقابة وزارة التربية من حيث البرامج ومن حيث حتى طريقة التسيير الإداري يعني وكل إذن فهناك شروط مثلا تجيب تلبيذ عمره ستة شنعاء وتحضر في مدسل دادئية مثلا هذا لا يقبل هناك شروط عمرية هناك شروط عديدة هناك شروط تتعلق بالفضاءات ما يجب أن يكون حصة كل تلميذ من الأمطار المربعة ما نجموش نحطه في قاعة 4 إلى 3 إنجيو 50 تلميذ هناك شروط إلى خير عديدة موجودة في كوراس شروط